موسيقى قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من رامالله والبيرا مخلفة اصابات واضرار موسيقى نتنياهو يهاجم حزب الله وإيران ويؤكد عزمه تجاوز عملية السلام مع الفلسطينيين موسيقى وفي النقب يروحم ورخما تجسدان حسن الجوار في فيلم وثائقي موسيقى صرحت رئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العجلة مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أنه سيتم اتخاذ قرارات همة ومصيرية في حال استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها اليوم في مدينة رامالا وخصوصا الاقتحامات للمقارات الرسمية موسيقى سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينتي رامالا والبيرة عقب عمليات الاقتحام التي شنتها في إطار البحث عن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عفرا في الضفة الغربية وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع فيما تضررت سيارات وممتلكات المواطنين القاطنين في المناطق التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل مدينة رامالا وشنت حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عشرات المواطنين والنشطاء الفلسطينيين كما صادرت كاميرات المحلات التجارية في رامالا والبيرة وقريتي أبو قش وسردة بدور هدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عرقات اقتحامات قوات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وخلوقاتها المخالفة للقانون الدولي استنكر المشرف العام على الإعلام الفلسطيني الرسمي الوزير أحمد عساف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا في مدينة رامالا شمال الضفة الغربية واستهداف العاملين فيه وقال الوزير عساف انه سيتم متابعة هذا الاعتداء على كافة المستويات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية التي تعنى بهذه الانتهاكات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإعلام الفلسطيني وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا وقامت بالتفتيش في غرف التحرير واستعراض كاميرات المراقبة في الوكالة واطلاق الرصاص الحي والمطاطي تجاه شبان الذين يحيطون بالمبنى ما أسفر عن إصابة خمسة شبان بالرصاص الحي والمطاطية نحن نعتقد ونعتبر أن ما جرى هو جريمة بحق وكالة الأنباء الفلسطينية وبحق الصعافيين العاملين فيها وأيضا احتجازهم في مقر الوكالة من قبل جنود الاحتلال في ظل أجواء إرهاب وتخويف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي هذه أيضا جريمة ونحن سنتابع بالتنسيق مع الاتحاد الدولي وتعال الصعافيين العرب هذه الجرائم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن العملية العسكرية لكشف أنفاق حزب الله على الحدود الشمالية لا تقتصر على الجهود العسكرية فقط بل تشمل جهودا إعلامية وديبلوماسية واقتصادية من شأنها فرض عقوبات مشددة على حزب الله وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بحضور السفراء الإسرائيليين في دول أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وطالب نتنياهو أيضا تشديد العقوبات المفروضة على إيران مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذا الأمر أمام مجلس الأمن في الأيام القليلة المقبلة وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية السلام مع الفلسطينيين قائلا بأنه سيبذل كفة جهوده لمنع رهن العلاقات العربية مع إسرائيل بتحقيق السلام مع الفلسطينيين ضمن فتاح مهرجان الأفلام الوثائقية دوك أفيب في بلدة رخام في النقب أوريد الفيلمو جيرتون حسنا ألدي يوجسد وواقع على علاقات الطيبتي والإحترام المتبادلي بين البلدة اليهودية وبلدة رخام العربية البداوية المجاورة הבחירה بأهودה הגיעה מתוך ההבנה שלנו אחרי التהליך שעברנו שהוא בעצם שמסמל את החיבור של השכנות הטובה בין התושבים של רחמה לבין התושבים של ירוחם ומי שגם הוביל את המאבק שלהם ביום-יום יחד עם תושבי ירוחם זה הדרך הכי טובה לספר את הסיפור של ירוחם דרך החיבור עם הבדים, עם תושבי רחמה שעדיין לא נגעו בו עד היום במסגרת הפסטיבל رغم أن معظم سكان ירוחם יنتمون إلى تيار اليمين الإسرائيلي سياسيا إلى نواقع الحال المعروض من خلال الفيلم يظهر التعاون الحقيقي بين السكان الذين يدعمون مطالب البدو بالاعتراف بقريتهم بحارب حاربة فالشيء هذا حتى يستعرفوا ابناء عجن برخمة ويصير رخمة ويروخمة يكون اسم حرف واحد هذا أول شيء ثاني شيء جيراننا واقفين معنا بكل شيء وإحنا واقفين معهم زي ما هم واقفين معنا لا في السرقات عندهم ولا بيصير شيء عندهم وإحنا واقفين عندنا عائلة واحدة سكان يرخام ورخمة يأملون أن تشكل علاقتهم نموذجا يفضي إلى تحسن الجيرة بين البلدات العربية واليهودية خاصة في النقب حيث عشرات القرى المسلوبة الاعتراف التي هي بحاجة إلى دعم جماهيري مشترك من أجل تغيير واقعها ما أن بدأه طول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في الأيام الفائتة حتى تكشف معها واقع البنية التحتية وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية وفي البلدات العربية بدت المعاناة أكبر نتيجة سوء التخطيط الهندسي بشكل عام إسرائيل غير مهيئة كل إسرائيل غير مهيئة لإستعاب هذه الكمية الكبيرة من الأمطار لأن الميزانيات اللي وضعت وضعت مشان ما تستوعبش هذه الكمية الكبيرة بالنسبة للوسط العربي بالذات عنده مشكلة ثانية المشكلة أن الميزانيات اللي وضعت في التخطيط وفي الاستعاب المياه هي مزينات قليلة كمان كثير بيوت بنت البنت بدون ترخيص وكمان في بيوت في السهل أو في مطارح مجاري الأنهار أو مجاري المياه الطبيعية في حي المحطة بمدينة اللود كان البضع أشبه بالكارثة غمرت المياه بيوت الأهالي وحولتها إلى مستنقعات حالة أظهرت حجم تقاعس الجهات الرسمية عن تهيئة البنية التحتية للتعامل مع مثل هذه الظروف كان هناك خطورة على حياة الناس أنه فجأة المياه كمية المياه الهائلة دخلت على البيوت بشكل مفاجئ التي قد تكون هناك يكون هناك تماس كهربائي ممكن يكون هناك حالات غرق ممكن هناك حالات فقدان ناس في المياه أو جرف ناس من البيوت رغم تداعيات المنخفضات الجوية على البلاد كافة إلا أن المواطنة العربية في الداخل الفلسطينية يعتبر الأكثر تضرراً حيث بات يعيش بين فكي التهميش الحكومي الممنهج وتقصير صناع القرار المحلي مع تزايد حوادث السير وارتفاع أعداد ضحاياها باتت التوعية التربوية والتعليمية حاجة ملحة للتقليل من المخاطر الناجمة عنها دراسة مادة السياقة النظرية ضمن موضوع الحضر على الطرق في المدارس من خلال تبني البرامج التفاعلية الحديثة تعتبر طريقة مؤثرة لتأهيل الطلاب نظرياً وعملياً من خلال تجارب شيقة وجديدة في عنا برنامج للتثقيف المروري عسى ولعله أنه يزيد وعي وتغيير في سلوك الطلاب في استعمالهم للشارع إضافة لتعليمهم فعلاً للغة الإشارات وللغة استعمال الشارع عسى ولعله زي ما حكيت نغير في ثقافة استعمال الشارع أنا بقول أنه إنسان عنيف لغوياً وجسدياً هو عنيف في استعمال الشارع خلال ركوبه في أحد وسائل النقل في برنامج سينما درايف يتم عرض فيلم ثلاثي الأبعاد يتيح للطلاب اختبار الشعور بحالات السياقة الخطرة كسياقة تحت تأثير الكحول وحالات التعب والإرهاق بالإضافة للسياقة بسرعات فائقة وغير قانونية تم عرض مجموعة من الأسئلة على الطلاب الإجابات كانت بوسطة جهاز تحكم عن بعد قبل مشاهدة الفيلم وبعد مشاهدة الفيلم طبعاً شفنا أنه بعد مشاهدة الفيلم الإجابات تغيرات وهذا بقولنا أنه العبرة والمغزى من الفيلم وسل كثير من الأمور اللي كنت أفاكرة صحيحة قبل ما أتعلم التربية المرورية وبعد ما بلاشت أتعلم عرفت أني خاط أو فهن تقلب المفهوم الغلاط إشياء عم بتصير قدامي مثل القيادة الدراجة الكهربائية على الرصيف هذا الإشي مخالف للقانون لازم تمشي على الشارع ككونها مركبة تشير المعطيات إلى أن نسبة السائقين الشباب من المجتمع العربي لا تتعدل 22% من مجمل السائقين في البلاد فيما تصل نسبة الضالعين منهم بحادث طرق خطير إلى قرابة 48% معطاً خطير يحتاج لمزيد من البرامج والتوعية من أجل السلامة على الطرقات والحد من هذه الظواهر العنيفة كي لا تتلاشى أسواق مدينة القدس التي تتقلص في ظل تضييق الخناق عليها أقام حرفيون ومصممون مقدسيون سوق الفن المقدسي بغية تعزيز الحرف اليدوية وعرض منتجاتهم وتطويرها في المجال الريادي الهدف منها أن نجمع أكبر مجموعة من الحرفيين المبادرين بمبادراتهم الشبابية المختلفة أنهم يجتمعوا في مكان واحد ويعرضوا هذه أعمالهم الفنية لا يضم سوق الأعمال التراثية القديمة والجديدة فحسب بل يحتضنوا ورشات عمل للأطفال والشباب لتقوية الترابط الأثري وتطوير المهارات من خلاله سوق الفن المقدسي كمعرض الشتاء اليوم قدش بلم العائلة مع بعض أنه مش بس في منحل الناس تيجي تتسوق فيه في عنا زاوية تصوير في عنا ورشات عمل في عنا كمان مطعم بيقدر يجي تغدوا فكل الفكرة أنه كيف نجمع العائلة كمان بالقدس كعائلة مقدسية كيف ترجع الحياة لهاي ودور العائلة بالقدس ويرى أصحاب المصالح الناشئة أن السوق منصة إنارة على أعمالهم الفنية للوصول إلى كافة الشرائح المجتمعية مشاركتنا هنا كان أن نتعرف أكثر عن الناس نشوف إيش أكثر بيحبوا لأنه كمان الواحد حلو يشوف الجمهور أو الناس إيش بيحبوا أكثر سوق الفن المقدسي هو أحد المشاريع الاقتصادية الريادية التي يسعى إليها المواطن المقدسي الذي يعيش وضعا اقتصاديا صعبا بسبب الإجراءات السياسية الهدفة إلى تغيير طابع وملامح المدينة المقدسة قال وزير المالية الفرنسي بغنالو ميغ يوم الأحد إن حركة السترات الصفراء الاحتجاجية سيكون لها أثر بالغ على اقتصاد البلاد لوميغ قال للتلفزيون رويترز وهو يتفقد المتاجر والمطاعم التي تعرضت للتخريب في احتجاجات يوم السبت إن حكومة الرئيس إيمانويل مكرون تتوقع تباطؤا جديدا في النمو الاقتصادي في نهاية العام نتيجة الاحتجاجات ويأتي الخراب الذي لحق بالمتاجر في باريس قبل أسبوعين من عطلة عيد الميلاد ليثير غضب أصحابها والفرنسيين والسائحين الذين كانوا قد قرروا التسوق لتلك المناسبة في باريس ووجهت الاضطرابات ضربة قوية لقطاعات التجزية والسياحة والتصنيع بعد أن عرقلت حواجز الطرق سلاسل الإمداد وأظهر مقطع فيديو قيام لصوص بنهب أجهزة كمبيوتر محمول لابتوب وحاسبات اللوحية تابلت من متجر أبل ستور في مدينة بغدو الفرنسية وكان من بينهم اثنان على الأقل يرتديان السترات الصفراء رمز الحركة الاحتجاجية ضد ماكرون كانت الاحتجاجات قد اندلعت في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني عندما خرج نحو ثلاثمائة ألف متظاهر إلى الشوالع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وبالإصلاحات الاقتصادية لمكرون وعرضت الحكومة تنازلات للأسبوع الماضي في محاولة لنزعفة للأزمة تضمنت إلغاء الزيادات المزمعة في ضرائب الوقود العام المقبل في أول تغيير رئيسي في موقف الحكومة إلا أن المتظاهرين يرون أن الإصلاحات الاقتصادية لمكرون تحاب الأثرياء دون الفقراء الذين لا يفعل الرئيس أي شيء لمساعدتهم على حد تعبير المحتجين في حدث هو الأول من نوعه في دولة إسلامية طوابت الكنيسة الكاثولوكية في الجزائر 19 مسيحيا قتلوا في الحرب الأهلية التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي من بينهم سبعة رهبان ذبحهم متشددون إسلاميون وحضر نحو 1200 شخص المراسم التي جرت في كنيسة تطل على مدينة وهران الساحلية وكان من بينهم مسؤولون جزائريون ومبعوثون من البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وأصدقاء للضحايا وقال البابا فرانسيس في رسالة إنه يأمل أن يؤدي التطويب إلى تضميد جراح الماضي وتمهيد الطريق أمام العيش معا كما تحدث إلينا جان لويس بالسا أسقف في فيي في فرنسا عن أهمية هذا الحدث إنه يوم مهم للغاية للمسيحيين والمسلمين وأيضا للفرنسيين والجزائريين نعرف أن التاريخ صعب بعض الشيء لكننا الآن نقوم بطي الصفحة وكتابة صفحة جديدة معا كانت الحرب الأهلية قد اندلعت في الجزائر عام 1992 بعدما ألغت الحكومة المدعومة من الجيش انتخابات تشريعية كان حزب إسلامي على وشك الفوز فيها وراح مئتا ألف شخص ضحية الصراع وتعثر الاقتصاد والمسيحيون أقلية صغيرة في الجزائر ومعظم المسيحيين القتل البالغ عددهم 19 شخصا فرنسيون وخطف الرهبان من دائر يقع إلى الشرق من العاصمة ثم أعدموه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من رامالله والبيرة مخلفة إصابات وأضرار نتنياهو يهاجم حزب الله وإيران ويؤكد عزمه تجاوز عملية السلام مع الفلسطينيين وفي النقب يروحم ورخمان تجسدان حسن الجوار في فيلم وثائقي